رفض شعبي وبرلماني أردني لمقايضة الماء بالكهرباء اتفاقية ربعية تجمع الأردن والكيان الصهيوني والإمارات برعاية أمريكية جمعت بين الأطراف في معراض إكسبو دبي 2020 اتفاقية تنص على بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح الاحتلال الإسرائيلي مقابل إنشاء محطة لتحلية المياه مخصصة للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط الاتفاقية اعتبرها الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة مجرد إيراني نوايا متحججاً في الوقت ذاته بأن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه التي تتزايد بفعل نمو عدد السكان وتزايد الاعتماد عليها في جل القطاعات وإلى محدودية الدعم الخارجي للأردن وتحمل البلاد أعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة بناء محطة طاقة شمسية في جنوب الأردن لتغذية الجانب الإسرائيلي بالكهرباء مقابل إقامة محطة لتحلية المياه على شواطئ مدينة حيفة لتزويد الأردن بالمياه المحلعة خطوة من شأنها برأي خبراء أن تخرج أمن قطاعي الطاقة والماء من يد الأردن لصالح الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي وجود خطر كبير يلتف على المملكة احتياجات الأردن من الطاقة والماء ولجوءها إلى إعلان نوايا الاتفاقية مع الإسرائيليين برعاية أمريكية وإن كان بدافع الحاجة فإن ما يتضمنه على المدى البحيد يهدد سلامة الأردن بأكمله بأن يكون راضخاً للكيان الصهيوني الذي بات يسيطر على المصادر الحيوية في المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر